موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد غزوة بني قريضة جاء دور عدو من أداء الله الذي حزب الأحزاب ضد المسلمين وهو سلام بن أبي الحقيق فسأذنت الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله وهو بخيبار فأذين لهم لأن الخزرج تريد أن تحافظ على صولها كالأوس في قتل كعب بن أشرف قال حسان لله دروا عصابة لاقيتهم يابن الحقيقي وأنت يابن الأشرفي يسرون بالبيض الخفافي إليكم مرحا كأسيد في عريني معرفي حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض ذففي مستبسرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحفي ونذكر ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين سبق أن غذلوا بالمسلمين وقتلوهم يوم الرجيع فجاء دورهم وهم بنوا لحيان توجه إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ففروا إلى رؤوس الجبال خائفين وعاد المسلمون بهيبة ومعنويات عالية وفي السادسة نفسها كانت غزوة بني المستلق وسببها أن زعيمهم الحارثة بن أبي ذرار مع قومه يجمعون لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل الخبر للمدينة فأسرع المسلمون بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام للخروج إليهم فوصل الخبر إلى الأعداء ففر من كان معهم من العرب فتراموا بالنبل ساعة ثم كرى المسلمون عليهم فهزموهم وقتل من المسركين من قتل وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرارية والنعم والشاء وفي غزوة بني المستلق هاتي بدأ دور المنافقين بالمدينة في صحوف المسلمين في زرع البغضاء والفتن بين المسلمين أو سنو الخزاجة لكن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانت يقظة ضد زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ففيه نزلت لا إراجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لا عز منها لا ذل وعقبت الآية الظن عليه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قال ابن هشام وكان ابن هذا المنافق رجلا صالحا من الصحابة الأخيار تبرأ من أبيه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت قتله فمرني بذلك فأنا والله أحمل إلك رأساه وقال لأبيه والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله فإنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آذن له وخلس بله وجاء عبد الله بن أبي معتدرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قلت شيئا قال ابن إسحاب عن أسيد بن حذير قال يا رسول الله افق به فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لا ينظيمون له الخرزة ليتوّجوه فإنه لا يرى أنك قد استلبته ملكا وأما الحديث عن خبر الإفكي فمحنة نزلت بالمؤمنين خاض فيها المنافقون لغو الحديث وسؤال ظن قال ابن إسحاب يروع عن رائشة رضي الله عنها عن نفسها حين قال فيها أهل الإفكي ما قالوا فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وكان كل عنها ثقة فكل محدث عنها ما سمع قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين يسائه فخرج سهمي عليهن معه فأخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وخرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل فرجعت إلى مكاني حتى وجدته وجاء القوم خلافي فأخذوا الهودجة وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به فراجعت إلى العسكر وما فيه ذاع ولا مجيب قد انطلق الناس فتلففت بجلبابي ثم اتجعت في مكاني وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إلي قالت فوالله إني لم اتجعة إذ مر بصفوان ابن المعطل وهو من خيال الصحابة تخلف عن العسكر لبعض حاجته فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب فقال إنا لله وإنا إليه العجل ما خلفك يرحمك الله فلما كلمته قرب إلي البعير فقال اركبي فراكب وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلبوا الناس فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناس فلما اطمأنه طلع الرجع يقود بي فقال أهل الإفك ما قالوا وتكلم كل منهم بما يليقوا به ووجد الخبيث عبد الله بن أبي سلول متنفسا يحكي الإفك ويذيعه وأما عائشة رضي الله عنها لما رجعت مرضت شهرا وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئا سوى ما عرفت من تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نطفه المعهود بيها وما أن علمت الخبر بكت بكاء شديدا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه فلم تجد عائشة رضي الله عنها ما تقول سوى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله يعلم أني بريئة ونزل الوحي ساعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما والله ضرأك فقالت لها أمها قوم إليه قالت وهي وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله والذي نزل بشأن الإفكي قوله تعالى إن الذين جاءوا بلفك عصبص منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئين منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم صدق الله العظيم والحمد لله اشتركوا في القناة